يوم الحد إن شاء الله الساعة 4 الأهلي عنده مباراة مهمة الحمد لله الفريق واصل مسيرته حقق الفوز السابع على التوالي دي مسألة كانت مهمة جدا إلى أن وصل إلى محطة البحر الأخمر ينزل فيها عشان يواجه الجونة الساعة 4 يوم الحد إن شاء الله الحد الأهلي والجونة باشمهندس الأهلي هيكون بيلعب المباراة رقم 42 له السنة دي في كل البطولات اللي شارك فيها في مقابل عشان بس الأرقام تبقى مهمة للناس في مقابل إن الزمالك لعب 34 مباراة وبرامدس مدام اعتبرناها منافس ثالث زي ما بيت قال لعب حتى الآن 24 مباراة الأهل 42 هي بس تبديلات الأرقام يعني الأهل يلعب 42 الزمالك يلعب 34 برامدس يلعب 24 شوفوا الفرق في عدد المباريات ولسه الناس بتتكلم على إنه ليه الأهل عمل مشكلة ويمكن حضراتكم تابعين الفترة الأخيرة لما نتائج الزمالك اهتزت شوية بدأ يتكلموا على الإجهاد وضغط المباريات والسفريات الأفريقية يعني لما تسمعوا الكلام ده الحقيقة لازم أن الأهل يتعمل له تمثال كبير قوي إنه متحمل كل هذه الأعباءة باشوانز سريعاً الأهل والجونة الأهل 45 نقطة في المركز الثالث أو الثاني متساوي مع برامدس في هذا الرصيد وإن كان للأهل ماتشات مؤجلة عن برامدس الجونة في المركز العاشر عنده 26 نقطة أوجه الشبه الكتير بين الأهل والجونة تتمثل في الإدارة الفنية كابتن حمد الصدق يدرت الكورة كابتن حسام غالي ثم بعض اللاعبين المعارين المتميزين أبرزهم حالياً أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق والجزار الحقيقة نادر شوئي أدار فترة انتقالات الشتوية بكفاءة واستفاد من موقفه الإيجابي في موضوع رمضان صبحي والمجود اللي بازر عشان يرجع للنادي الأهلي خلال فترة دي وحصل على إعراض نقاها بعناية يعني مدافع خط وص صانع ألعاب مهاجم كلها عناصر شابة من العمود الفقري وكلها كانت تلبي رغبة عند الأهلي أن يروحوا حتة يقدروا يلعبوا فيها ويبقوا مع بعض هي جات مع بعض بعد كده أن هي الحمد لله أنهم بقوا مع بعض يعني هما الاتنين اللي راحوا مع بعض كان أحمد حمدي وأحمد ياسر الاتنين التانيين راحوا اقتباعا لكن الفكرة كلها وما كانش الجذار محسوم أنه لما جاي ياسر إبريم بقلنا فرصة أن الجذار يروح يلعب بانتظام الحمد لله بيعبروا عن نفسهم بشكل جيد جدا كمان الاستعانة بحسام غالي حيروح يلقوا نفس المدرسة ونفس المناخ وهي خطوة موفقة للجميع يعني نرجو أن تستمر والجونة برضو يجني طمار هذه الخطوة وبالمناسبة يعني كان فيه كلام أن الجونة أو تصريحات نسبت إلى بعض المسؤولين هنستأذن الأهلي أن اللعيبة طلعب ضد الجونة ده اللي أنا عايز أسألك فيه لأنه الحياة ده السؤال بتاع بكرة وبعد بكرة هيتقال لك اللعبة اللي برزت أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق لعبوا دور مهم جدا في فوز الجونة على بيرامدز فحال هيشاركوا في مطش الأهلي العقد الإعارة اللي بين الأهلي والجونة يسمح بمشاركة لعيب الأهلي المعارين أمام الأهلي لا 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 يسمح لا لا فيه السلاسي على الأهلي وكان فيه التزام أدبي في موضوع الجزار ما عرفش تهم فيه إيه لكن وهو هو القضية دي احنا صارناها قبل كده وأنا كان ليه رأي فيها وقلت اتحاد الكورة يا إما هو اللي يقننها يا يسمح للكل بالمشاركات ما فيش حاجة اسمها أني نادي يمضي تلاتة عشرين لعب والخمسرش اللعب ويعرم لمعظم الأندية بعدين كل الأندية ما تلعبش لعبتها قدامه ويجي النادي الأهلي هتبقى استزاجة إدارية أنك أنت ما تعملش نفس المعجناش مشكلة أن لو كان ده يعمم الحقيقة أنت أكتر حد قبل المركات الشيطة وما يبدأ هنا طالب تبدأ لما أثيرت المسألة بين الاتحاد السكندري ونادي الزمالك قلت أن احنا بنطالب اتحاد الكورة أنه عقد الرعاية يكون بيسمح للنادي اللي بيستعير لعب أنه يشركه ضد نادي الأصلي أو يسيبوها يعني يعني تعمم بالحظر أو بالمشاركة لا ينفعش أن النادي يبقى بيستمتع بأنه هو يطلع عارات كسيفة لمعظم قدية مصر وبعدين ما يلعبوش ضده فخلاص إحنا اضطرنا إحنا كمان ننهج هذا النهج وإحنا عملناها بطريقة كمان فيها تقدير أو فيها اعتبارية أنه إحنا ما كناش بنبالغ في المقابل المادي نظير هذا الشرط يعني في الجون إحنا تعاوننا جدا في المقابل المادي وحطينا هذا الكلام اللي هو أسوأ بما يدور حولنا بس النهاردة لا يخشيء بسيف الحياة إحنا في إقدارات محترفة دلوقت وما ينفعش كمان إن إحنا نقحم لعبتنا لعبتنا دي دي نقطة اللي أنا بس إيه نفسي نفسي بقى ما حدش أعملها معنا دي ما تخموش اللعيبة ويطلع ويقولك نتمنى الأهل يوافق نتمنى مش ده ده مش صح ده مش صح وعلى فكرة لو كان لنا رأي إحنا كبرنامج الرأي ما تغيرش عشان حده هيطلع يقول أنتوا قبل كده كنتوا بتلوموا على الزمالك إنه بيمنع لعبته المعارين يلعبوا ضده آه بنلوم على المنع إذا كان حصل من الأهل أو من الزمالك بنلوم على المنع ورأينا الثابت والواضح جدا النادي اللي بيستعير لعيبة لازم أن يكون عنده الحق يستخدمهم في كل مبارياته ولما تقال أصل الدوري الإنجليزي اللعب ممنوع قولنا يا جماعة ده معمم على الجميع في الدوري الإنجليزي إحنا بنطالب بدأ عمم عمم أيوة يا بالمنع يا بالمنع عمم هذا القرار منعا أو منحا للجميع يا الكل من حقه يشرك اللعيبة المعارة يا كله ما ينفعش يشرك اللعبين المعارة ده ميزان تكافئ الفرص والعرض بالضبط بس لكن ساعتها يرد اتحاد الكرة يقول لا ما نقدرش نمنع ما نقدرش نتدخل العقد شريعة المتعاقدين طيب أما وإنك أنت ما سمعتش الرأي اللي احنا طالبنا به وطالبنا بتعميمه على الكل يبقى كل نادي هيستخدم نفس المبدأ الاحترافي لا خلاص أنت أحلتني إلى العقد بس فأنا عملت في الشرط اللي بيستفيد منه غيري أها بس طيب دي ظروف مباراة الجنة اللي إن شاء الله تستمتعوا بيه وإن شاء الله الأهلي يواصل إننا جبنا سير تجونة أنا محتوى لما سيرتهم جدا جدا صحيح لا لا كابتن حماد الصدقي عاملين فارق إداري وفني كابتن حساب غالي عاملين تجربة هيلة على ذكر اللاعبين برضو واستعدادة الأهلي لهذه المباراة المهمة فيه فحوصات طبية للسلسي وإشار محمد ووليد سليمان وحسام عشور عشور زي ما حضراتكم فاكرين كان عنده إصابة في منشأ العضلة الأمامية ووليد سليمان كان عنده إصابة بجزع في الرباط الداخلي للرجبة وإشار محمد كان اشتكى من العضلة الأمامية في مباراة الداخلية الأخيرة في فحصات للتلاتة ويتحدد في ضوءها موقفهم من دخول المرحلة الجديدة من التأهيل وإحشان محمد بينتظر الفحصات لتحديد دخوله المراني الجماعي أو تأجيله في برنامج بدني للعيبة قبل السفر إلى الجونة تحت قيادة أليخندرو مدرب الأحمال البدنية لتجهيز اللعبين لهذه المباراة النهارية لأن المباراة تكون الساعة أربعة فإن شاء الله يتمكن لعيبة الأهل من الاستمرار على هذه الدرجة العالية من الأداء